موسيقى Countable and uncountable قبل ما نتعرف على countable and uncountable nouns أو الأسماء اللي بتتعدوا والأسماء اللي ما بتتعدش لازم نعرف الأول إيه هو الاسم أو النون النون هو اسم أي شيء زي مثلا اسم شخص زي ما نقول ماري، آدم، نيكول وهكذا أو ممكن يكون اسم مكان أو place زي England, home, office, computer وهكذا وممكن كمان يكون اسم شيء أو thing زي cat, car, apple, table وهكذا طب إزاي نعرف إن الكلمة دي نون أو اسم ببساطة ممكن تعرف ده لو الكلمة get بعد determiner determiners دول هم عبارة عن كلمات زي a, an, the, this, my, such طب ناخد مثال الكلمة دي كلمة engineer اسم لأنها جت بعد the لو قلنا مثلا عن apple عرفت إن apple اسم علشان جت بعد an my car عربيتي this man الراجل ده كمان ممكن نعرف إن الكلمة دي اسم لو جت بعد صفة أو adjective زي مثلا لما نقول an ugly face وش قبيح كلمة face اسم لأنها ببساطة جت بعد صفة وبرضو لما نقول a beautiful picture أو صورة جميلة a nice dress أو فستان لطيف النون في الجملة ليه وظفتين ممكن ييجي إما فاعل أو مفعول به الفاعل اللي هو subject أو مفعول به اللي هو object طب ناخد مثال the children play basketball الأطفال بيلعبوا كرة سلة هنا هنلاقي إن the children فاعل وباسكتبول مفعول به واللي اتنين اسم أو noun طيب إحنا دلوقتي يعرفنا إيه هو الاسم تعال بقى نتعرف على الأسماء اللي بتتعد والأسماء اللي ما بتتعدش أو بمعنى تاني countable and uncountable nouns ونبتدي بالأسماء اللي بتتعد أو countable الاسم اللي بتعده هو ببساطة أي شيء ممكن نعده زي مثلا egg, dog, cat, car, house, boy, man وهكذا كل الحاجات دي ممكن نعده يعني ممكن نقول مثلا three dogs، ثلاث كلاب أو five cats، خمس قطط أو two houses، بيتين أو seven boys، سبع ولاد وهكذا ومن خصائص الاسم اللي ممكن نعده هو إن إحنا نقدر نحط تقابلي a or an للدلالة على المفرد أو singular فنقول مثلا this is a dog ده كلب he bought a new shirt اشترى أميز جديد I have written the poem أنا كتبت القصيدة وكمان ممكن نستخدم a few أو القليل من وكمان money أو كتير الاتنين دول ممكن نستخدمهم مع الأسامي اللي بتتعد فنقول مثلا I have a few papers عندي شوية ورقه ليلين he owns many cars عنده عربيات كتير ولما نحب نعمل سؤال مع الأسماء اللي بتتعد بنستخدم how many يعني مثلا نقول how many cars did you drive قد إيه عدد العربيات اللي انت سوقتها how many songs did you listen to قد إيه عدد الأغاني اللي انت سمعتها how many toys do you own عندك كم لعبة طيب تعال بقى نتعرف على الأسماء اللي ما بتتعدش أو uncountable nouns الأسماء اللي ما بتتعدش اللي هي أسماء المواد أو substances أو كمان المفاهيم أو concepts طيب شمعنا دول علشان دول ما بنقدرش نقسمهم لعناصر منفصلة يعني مثلا happiness السعادة بتقدر تقسمها music الموسيقى bread العيش tea الشاي information المعلومات luggage الأمتاع water المية electricity الكهرباء كل الحاجات دي ما نقدرش نعدها وبالتالي ما نقدرش نستخدم معها a أو an طب هل معنى كده إن أنا ما قدرش مع الأسماء الأنكاونتبل دي أدي لها أي كمية أو أقدر عدها لا ممكن تعدها بس باستخدام أدوات معينة زي مثلا a love of a love of بنستخدمها لما نجي نعبر عن كمية من العيش كلمة loaf يعني غيف فلما أقول I want a loaf of bread معنى كده إن أنا عايز الغيف عيش طب لو عايز أقول ثلاثة I want three loaves of bread طيب لو عايز أقول اديني شريحة من الجبنة خقول a slice of please give me a slice of cheese طب بالنسبة للمية المية برضو ما بتتعدش طب لو أنا عايز أقول عايز إزازة مية فاقول مثلا I want a bottle of water لو عايز أكتر هبتدي أقول two bottles of water three bottles of water وهكذا طب تعالنا نشوف بنستخدم ايه مع الرايس أو الساند مع الاتنين بنستخدم a grain of أو حبة من فلما أقول مثلا عايز حبة رز I want a grain of rice أو a grain of sand has caused me many eye problems حبة الرمل دي عملتلي كتير من المشاكل في عناي لحظة ان الأزماء اللي ما بتتعدش بتتعامل معاملة المفرد يعني انه بيجي بعدها في الجملة أفعال فحالة المفرد أو السنجولة طب ناخد مثال coffee is a traditional drink in your essay القهوة مشروب تقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية milk has many benefits اللي بنليه فوايد كتيرة لاحظنا في المثالين دول ان كلمة coffee وكلمة milk جيب عديهم فعل فحالة المفرد اللي هو is و has لكن طبعا لو حطينا كلمات بالدل على الكمية قبل الاسم اللي ما بيتعدش هنا بيتعامل معاملة الجمع أو البلورل تعال ناخد مثال three bottles of water are not enough for this trip ثلاثة إزازات من المية مش كفاية في الرحلة دي هنا استخدمنا كلمة بالدل على الكمية اللي هي three bottles علشان كده كان لازم نستخدم فعل بيدل على الجمع اللي هو a تعال نشوف جدول بيحط الكلمات اللي بتستخدم مع الكلمات اللي ما بتتعدش the word the uncountable noun a sip of رشفة من tea الشاي a cube of مكعب من ice التلق a tube of أنبوبة من toothpaste معجون الأسنان a bar of لوح من chocolate الشوكولاتة a sheet of فرخ من paper الورق a jar of برطمان من jam المربة a wisp of خصلة من hair الشعر a drop of نقطة من milk اللبن a spoon of معلقة من sugar السكر ونقدر نستخدم some أو any مع الحاجات اللي ما بتتعدش زي مثلا لما نقول I need some coffee أنا محتاج لبعض القهوة do you have any rice عندكم أي رز كمان بنستخدم a little أو القليل من much أو الكثير من مع ال uncountable nouns زي مثلا لما نقول I have a little money معايا خلوص قليلة I do not have much rice ما عنديش رز كتير وعلشان نعمل سؤال من ال uncountable nouns بنستخدم how much زي ما نقول how much ice do you want عايز تلج قد ايه وللإجابة نقول I want three cubes of ice عايز تلات مكعبات من التلج وفي أسماء بتستخدم كأسماء تعد يعني ممكن نعدها وأسماء ما تتعدش زي مثلا لما نقول Adam has broken three windows today Adam قصر تلات شبابيك النهاردة هنا استخدمنا glass كأسم ممكن نعده أو يعد عشان كده جات في حالة الجمع glass is a transparent material used to make windows هنا بقى الإزاز عبارة عن مادة شفافة بنستخدمها في عمل النوافذ ده معنى الجملة فاستخدمنا glass كأسم مما بيتعدش عشان هي جات هنا بمعنى substance أو المادة نفسها فاستخدمنا معاها الفعل في حالة المفرد أو is طب ناخد مثال تاني coffee is one of the most important export of Brazil البن هو واحد من أهم صادرات البرازيل هنا عملنا coffee كأسم لا يعد علشان هي بتمثل المادة الخام نفسها أو المaterial لكن لو قلنا please give me one coffee and two cups of tea من فضلك اديني كوباية قهوة وكوبايتين شاي هنا استخدمنا coffee بمعنى مشروب القهوة وبكده بقت اسم بيتعد نفس الكلام بالنسبة لكلمة stone لو هنستخدمها كاسم بيتعد زي مثلا لما نقول I picked up a stone هيبقى المعنى أننا لقط حجر من الأرض طب لما جي استخدمها بقى كمaterial أو كمادة هقول ايه The pharaohs have used stone to build their temples الفراعنة استخدموا الحجارة علشان يبنوا مع بيده هنلاقي برضو كلمة egg بمعنى بيضة بتستخدم كاسم يعد وكاسم لا يعد يعني لما أقول مثلا I have eaten three eggs أنا كلت ثلاث بضات هنا egg اسم يعد لكن لما أقول There is egg on your shirt يعني فيه بيض على قميصك هنا استخدمنا egg بمعنى المادة نفسه كمان copper أو نحاس هنستخدمها في المثال ده بمعنى أنها حاجة ما بتتعدش زي ما نقول ايه This bracelet is made of copper الاسورة دي معمولة من نحاس طب نستخدمها بقى ايه كاسم بيتعد نقول I gave the girl two coppers اديت البنت دي قطعتين من النحاس تعالي نجو في الجدول ده أسماء ممكن تتعد وممكن ما تتعدش countable uncountable hair الشعرة there are two hairs in the soup فيه شعرتين في الشربة Adam doesn't have much hair آدم ما عنده شعر كتير noise I heard a noise أنا سمعت دوشة I cannot study if there is noise ماذا شعر زيكر وفي دوشة the articles the articles the articles في اللغة الإنجليزية بتتقسم لdefinite article أو أداة التعريف وindefinite articles أو أدوات التنكير أداة التعريف في اللغة الإنجليزية هي the وبتستخدم علشان كذا حاجة يعني ممكن نستخدمها لحاجة تم ذكرها قبل كده something which has been mentioned before زي لما نقول we have seen actor in the cinema the actor has a beautiful face إحنا شفنا ممثل في السينما والممثل ده وشه حلو هنا هنلاقي إن إحنا جبنا سيرة الممثل أو الأكتر في الجملة الأولانية عشان كده استخدمنا أداة التعريف ذي للإشارة لي في الجملة الثانية طب ناخد مثال كمان I have bought a house The house includes six rooms, three bathrooms and a garden اشتريت بيت البيت ده فيه ست قوض، تلات حمامات وجنينة هنا قلنا الهاوس أو البيت في الجملة الأولى فاستخدمنا أداة التعريف ذا في الجملة الثانية علشان برضو نشير إليه كمان بنستخدم أداة التعريف ذي لما نبقى نمتكلم عن حاجة اللي سبيكر أو المتحدث والليسنر أو المستمع بيبقوا عارفينها حتى لو ما جبناش شريطها قبل كده يعني مثلا أقول إيه Where is the kitchen؟ فين المطبخ Where is the food؟ فين الأكل It is in the oven هو في الفرن Where is the picture؟ فين الصورة وهكذا من الاستخدامات التانية كمان لأداة التعريف ذي هي الجمل اللي قمنا فيها بتحديد شخص أو شيء معين يعني مثلا لما نقول The professor who awarded my certificate is famous الدكتور اللي بنحني شهادة مشهور The singer who sang this song is my uncle المغني اللي غنى الأغنية دي هو عمي Which car have you bought؟ اشترت أن هي عربية The blue one الزرق My car is the one with the black color عربيتي هي العربية اللي لونها اسود طب إيه كمان؟ بنستخدم ذي للإشارة للحاجات اللي ملهاش نظير أو ملهاش حاجة تانية شبهها يعني unique أو متفردة زي مثلا بنستخدم ذي برضو قبل الصفات التفضيلية أو السوبرلاتفز زي ده أكبر مبنى في المدينة ده أقصر بنت في الفصل بنستخدم ذي كمان مع الأعداد الترتيبية أو The ordinal numbers زي لما أقول King George the second الملك جورج الثاني This is the third page of the novel دي الصفحة الثالثة من الرواية وهكذا بنستخدم ذي كمان مع الجنسيات زي لما نقول The Sudanese السودانيين The Chinese الصينيين The Egyptians المصريين The Americans الأمريكان The Indians الهنود وهكذا وبنستخدم ذي مع أسماء البلاد اللي بتتكون من المجموعة من الكيانات زي مثلا لما نقول The United Kingdom أو المملكة المتحدة The United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة The United States of America الولايات المتحدة الأمريكية شبه ده كمان المواقع الجغرافية زي لما أقول The Western Desert الصحر الغربية The Caribbean منطقة الكريبي The Sahara الصحراء الكبرى وكمان المحيطات والأنهار والجبال The Pacific Ocean المحيط الهادي The Atlantic Ocean المحيط الأطلنطي The Himalayas جبال الهملايا The River Nile أو نهر النيل وبنستخدم ذي قبل أسماء الفنادة والمؤسسات زي لما أقول The UNESCO مؤسسة اليونسكو The CNN شبكة CNN The BBC هيئة الإزاعة البريطانية The Sheraton Hotel فندق الشارة وأخيراً بنستخدم ذي قبل الصفات اللي بتستخدم كأسماء لطبقات معينة زي لما نقول The Poor الفؤرة The Rich الأغنية The Desperate اليأسين Personal pronouns الضماير أو الpronouns هي كلمات بتستخدم علشان تحل محل الاسم أو الناون زي مثلاً Adam is a good student He usually passes all his exams Adam طالب كويس هو عادةً بيعدي كل امتحاناته لاحظنا هنا إن استخدام الضماير هي اللي هو معناها هو بيعود على الاسم آدم الضماير بتلقسم لpersonal pronouns أو الضماير الشخصية وpossessive pronouns أو الضماير الملكية وreflexive pronouns أو ضماير العكاسية وrelative pronouns أو ضماير الواصل كل الانواع دي هنعرفها دلوقتي تعالى نبتدي بالضماير الشخصية أو الpersonal pronouns إحنا نعمني نتكلم بنفترض دايماً لوجود شخصين المتكلم والمخاطب يعني someone who speaks الرجل اللي بيكلم وsomeone spoken to أو حد الرجل ده بيكلمه المتكلم ده بنسميه a first person وبنعبر عنه بالضماير I في حالة المفرد we في حالة الجامع تعالى ناخد مثال I live in Egypt أنا عايش في مصر we listen to music إحنا بنسمع موسيقى أما المخاطب فبنسميه second person وبنشر ليه في حالة المفرد والجامعة بالضمير you زي لما نقول you are a good teacher إنت مدرس كويس you skillfully play football إنت بتلعب كرة القدم بمهارة أما بقى اللي بنتكلم عنه فبنسميه third person أو ضمير الغائب وبنعبر عنه بالضماير he في حالة المفرد المذكر وshe في حالة المفرد المؤنس وit في حالة المفرد غير العائل تعالى ناخد مثال على الثلاثة she always comes late هي دايما بتيجي متأخرة she puts on a lovely ring هي لبسة خاتم حلو قوي it rains profusely بتمطر بغزارة كمان بنستخدم they للدلالة على الجامعة they play guitar هما بيعزفوا الجيتار وكل الضمائر السابقة دي اللي هي I, you, he, she, it, we, they بنسميها ضمائر الفاعل أو subject pronouns في بقى كمان ضمائر المفعول هي دي اللي هنشوفها من خلال الجدول الجاي subject pronouns subject pronouns I, me, he, him, she, her, it, it you, you, we, us, they, them خلينا ناخد أمثال على ده أحمد told me that he will buy a new car soon أحمد قال لي إن هو هيشتري عربية جديدة قريب Adam called his mother she told him to come early آدم اتصل بوالدته وقالت له ييجي بدري Meg speaks three languages so one of the major oil companies offered her a great position Meg بتتكلم تلات لغات علشان كده واحدة من أكبر شركات البترول عرضت عليها منصب كبير The children failed in the exams The parents punished them الأطفال سقطوا في الامتحان عشان كده ولديهم عقبوهم دلوقتي هنتكلم عن ضمائر الملكية أو possessive pronouns هنوضح الضمائر دي من خلال الجدول الجاي Possessive pronouns I Mine He His She Hers It Its You Yours We Ours They Theirs ودلوقتي تعال ناخد أمثال عن إزاي نستخدم الضمائر دي That house is mine البيت ده بتاعي That cat is his القطة دي ملك لي هو That mobile is hers الموبايل ده بتاحها These poems are yours القصائد دي بتاعتك These shirts are ours الأنصان دي بتاعتنا These hats are theirs البرانيت دي بتاعتهم لاحظنا هنا أننا مدناش أي مثال لضمائر الملكية its لأنه نادر الاستخدام Reflexive pronouns دلوقتي نتعرف على reflexive pronouns أو ضمائر للعكسية اللي هي Personal pronouns Reflexive pronouns I Myself He Himself She Herself It Itself We Ourselves You Yourselves They Themselves وزي ما هو واضح من الاسم الضمائر اللي العكسية بتدل على أن الحدث أو الأكشن بيرجع على الفاعل أو الsubject ومش على شخصتين طب تعال ناخد أمثلة If I look at a mirror I see myself لو بصت في مراية هشوف نفسي He has cleaned his home himself هو نظف بيته بنفسه Nicole saw herself in the TV Nicole شافت نفسها في التلفزيون That country could not protect itself against the risk of volcano البلد دي ما قدرتش تحمي نفسها من مخاطر البركان We could not paint the house ourselves ما قدرناش ندهن البيت بنفسنا You have no reason to blame yourselves for what happened ما فيش سبب يخليكوا تلوم ونفسكوا على اللحصل The children clean their rooms themselves الأطفال نظفوا قضتهم بنفسهم وفيها فعالة ارتبطت بالاستخدام مع الضمير الانعكسية وهنوضحها في الجدوة الجاي Verb Pride يفتخر بي Example I pride myself on obtaining a master's degree in physics أنا بفخر بنفسي لحصولي على درجة الماجستير في الفيزياء Cut يجرح Example She cut herself with a broken cup هي قرحت نفسها بالكاس المقصور Enjoy يستمتع Example They have enjoyed themselves at the club هما متعوا نفسهم في النادي Introduce يقدم Example We have introduced ourselves to the doctor إحنا قدمنا نفسنا للدكتور Absent يغيب عن Example Nicole herself was absent from the lecture today نيكول نفسها كانت غيبة عن المحاضرة النهاردة Hurt يجرح Example She heard herself again هي جرحت نفسها مرة تانية Blame يلوم Example He blamed himself for lying هو لام نفسه على الكد Relative pronouns دلوقتي هنتعرف على relative pronouns أو ضمائر الوصل بنستخدم ضمائر الوصل لربط الجمل ببعضه طب إيه هي ضمائر الوصل Who Whom Whose Which That Who بتحل محل الفاعل للعائل The girl was punished She was lazy يبقى أقول The girl who was lazy was punished البنت اللي جات متأخرة اتعقبت The boy who got high marks الولد اللي خد درجات عالية أما Whom فبتحل المحل المفعول به العائل She has two sons She is proud of them She has two sons of whom she's proud هي عندها ولدين هي فخورة بهم محمد is my friend You met him yesterday محمد اللي انت قابلته مبارح هو صحبي Who's بتستخدم للملكية This is the man whose leg was broken الراجل ده هو لاتكسرت رجله This is the man whose leg was broken الراجل ده هو لاتكسرت رجله This girl is beautiful Her eyes are blue This girl whose eyes are blue is beautiful البنت دي اللي عينيها زرقة جميلة أما Which فبتحل محل الفاعل أو المفعول به غير العائل The book is good I read it The book which I read is good الكتاب اللي أنا بقراه كويس That بتستخدم للأشخاص وللأشياء This is the man He stole my car This is the man that stole my car هو ده الراجل اللي سرق عربيتي This is the watch my father will buy it This is the watch that my father will buy هي دي الساعة اللي بابايا هيشتريها لي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر